ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تسبتيه في المطبخ او في الحمام وتنظمي فيه مختلف لوازم المطبخ او مختلف لوازم الحمام هنا عندنا مصفة تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها وتقدر ان انت تستخدميها لتصفية الفكهة او الخضار او الفراخ او اللحمة واهم حاجة في المصفة دي انها مصنوعة من السيليكون وما بتاخدش مكان عندك في المطبخ خالص وهنا هنشوف مع بعض عندنا مبشرة ومفرمة للخضار او الفكهة تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر ان انت تستخدميها لتقطيع الخضار او الفكهة او المكسرات ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدر ان انت تعملي من خلاله عيش الكرب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده عندنا منظم للحمام تقدر ان ان انت تثبتيه على قدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليه فرش الاسنان ومعجون الاسنان وهنا معانا مجموعة من قطع تثبيت اللحاف او البطاطين او استتاير طبعا طريقة تثبيتها سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا هنشوف مع بعض عندنا كوفر مصنوع من السيليكون طبعا الكوفر ده بيجي متوفر كده بكذا لون تقدر ان انت تختاري اللون المناسب ليكي وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على كرسي الحمام وغير كده الكوفر ده بيبقى سهل جدا في التنظيف بعد كده هنا عندنا ممساحة تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها وتنظفي من خلالها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت زي المريات او الشبابيك او الارضيات ودواليب المطبخ تقدر ان انت تنظفي كل الحاجات دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا واحلى حاجة في الممساحة دي زي ما قلنا ان انت تقدري تتحكمي بالطول بتاعها وده طبعا بيساعدك ان انت تنظفي اي حاجة موجودة عندك في البيت وكمان تقدري تنظفي بيها العربية بكل سهولة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا سكين للمكارونة تقدر ان انت يتقطع بيها عجين المكارونة باشكال واحجام مختلفة زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظم فيه ستة انواع من التوابل اللي تستخدميها هنا معنا منظم لتوزيع السابون السائل طبعا تقدر تثبتي المنظم ده في المطبخ او في الحمام وتنظم جواه سابون سائل الموعين واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جواه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انت تغسل بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معيك العشرة لتر من المية وغير كده الغسالة دي بتحتوي على مجفف بيساعدك ان انت تجفي في كل الهدوم اللي انت غسلتيها واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممساحة الارضيات الممساحة دي مرينة جدا في الاستخدام وبيجي معاها الجردل الخاص بيها تقدر ان انتي تدفيله المية او اي مادة تنظيف بتفضليها ومن خلال الجردل ده تقدر ان انتي تنظفي الممساحة دي من كل الاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها زي الشعر او الخيوت او اي حاجة بتبقى موجودة عليها وزي ما احنا شايفين مع بعض كده المية النضيفة بتبقى مفصولة عن المية اللي بتبقى مش نضيفة بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا او القطاعة اللي تقدر ان انتي تقطع عليها الخضار او الفكهة او تقدر ان انتي تقطع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف انواع سلطات بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمة الخضار طبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انتي تقطع بيها مختلف انواع الخضار باشكال كتير اوي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الصبانة اللي تقدر ان انتي تسبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليها الصبون وهي بيبقى في منها اشكال والوان كتير اوي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للهدوم تقدر ان انتي تسبتيها عندك في الدلاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان انتي تنظم فيها الشربات او الملابس الداخلية وهنا هنشوف مع بعض عندنا مقشرة جميلة جدا تقدر ان انتي تقشري بيها مختلف انواع الخضار او الفكهة بكل سهولة والميزة اللي في المقشرة دي انها بيكون فيها جزء مخصص كده بيحتفظ بكل الاشور الباقية من الخضار او الفكهة اللي انتي قشرتيها وهنا هنشوف عندنا منظم تقدر ان انتي تنظم فيه مختلف انواع الزيوت او السوسات وهو بياخد معاك تقريبا نص لتر من اي نوع زيت او سوس عاوزة تنظمي بيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا رفة تقدر ان انتي تثبتي على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انتي تنظم عليه الشمعات قبل ما شابك بعد كده هنا هنشوف عندنا مجموعة من الاشورطة اللي بتيجي بالوان مختلفة تقدر ان انتي تنظمي وتلمي بيها مختلف اسلاك الاجهزة واسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف عندنا منظم تقدر ان انتي تنظمي بيه ادواتك الشخصية زي الكريمات او العطور او الميك اوب بتاعك وهو بيكون مؤسم كده الكزرف تقدر ان انتي تنظمي بيه ادواتك كلها زي ما هو واضح دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو وهنا هنشوف عندنا الكبة اليدوية اللي تقدر ان انتي تفرمي من خلالها التوم او البصل او مختلف انواع الخضار بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا مكنة الخياطة حجمها بيكون صغير واستخدامها بيكون سهل جدا تقدر ان انتي تخياطي بيها كل انواع الهدوم اللي بتبقى محتاجة خياطة عندك بكل سهولة والنتائج بتاعتها الحقيقة مبهرة جدا زيها زي مكنة الخياطة العادية بالزبط بعد كده هنشوف عندنا منظمات للبيت تقدر ان انتي تنظمي بيها البيت عندك وتنظمي جوه التلاجة او برا التلاجة بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي زي ما انت شايفة كده معايا بتيجي معاها قطعتين عبارة عن اسفنج وفرشة تقدر تبدلي بينهم على حسب طبعا الحاجة اللي انتي عاوزة تمضى فيها وتقدري طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتوجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدري طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزاية او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام وهنا هنشوف عندنا الجهاز اللي بيساعدنا ان احنا نشيل كل الوبر اللي بيبقى موجود عندنا على مختلف انواع الهدوم وطبعا الجهاز ده اكتر وقت بتحتاجيه فيه في وقت الشتاء هنا بقى معانا الجهاز اللي بيساعدنا على طحن التلج بكل سهولة تقدر ان انت تعملي من خلاله اسرع ايس كريم انت بتحبيه وتقدر يتعملي منه مختلف انواع الايس كريم اللي بتفضليها في البيت بكل سهولة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عامل الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اصدقكم في رعاية اللي